نشكر الأستاذ سالم السعدي على التزامه بالوقت وعلى هذه الشذرات الجميلة والتوضيح الرائع للدور السياسي والاجتماعي لشيخ جميل السعدي ننتقل منه إلى الأستاذ يونس بن جميل بن سيف النعماني وورقة عمل بعنوان الأوضاع السياسي والثقافي في عمان وأثرها على فكر الشيخ جميل بن خميس السعدي الأستاذ يونس له إصدارات متعددة العلاقة السياسية بين عمان واليمن في حد السلطان سعيد بن تيمور وكذلك من مفردات التراث العماني غير المادي أناشيد الطفولة وأيضا بحوث أخرى فليتفضل الأستاذ يونس بإلقاء ورقة عمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا شكراً سيد الرئيس شكراً لكم أيها الحضور على هذه الفعالية الرائعة أيضاً ورقتي ستتكلم عن الأوضاع السياسية والثقافية في عمان وأثرها على فكر الشيخ جميل بن خميس السعدي وبداية يعني أتساءل كمدخل للورقة وأقول هل ثمت علاقة بين القبيلة والأحداث السياسية في عمان بمعنى ما يسمى بالثابت والمتغير وأذكر الأستاذ سالم عن الثابت والمتغير أيضاً في المواقف في المواقف السياسية في عمان السؤال الثاني ما دور العلماء في الحياة السياسية في عمان هل هناك دور أيضاً لهؤلاء العلماء في الحياة السياسية في عمان وما يصم أيضاً بعلاقة المركز بالهامش المركز هي السلطة والهامش هي القبائل الموجودة في عمان أخيرا أيضا هل هناك علاقة بين الأوضاع السياسي والثقافية في عمان أو في أي بلد هل هناك ثمت علاقة بين الأوضاع السياسي والثقافية بمعنى عدم استقرار يساوي خلل ثقافي يعني هذه بعض الأسئلة التي تحاول الورقة الإقابة عنها بداية أهداف الدراسة التعرف على الأوضاع السياسية في عمان في فترة الدراسة ونوضح موقف الشيخ جميل بن خميس سعدي من الأوضاع السياسية ربما يعني حرق الثالثان بعض الأشياء من الورقة ولكن نحاول أن نتقاوز بعض الأشياء التي ذكرها ونأتي بأشياء جديدة إبراز موقف الشيخ جميل السعدي أيضا من السياسة الشرعية والكشف عن الأوضاع الثقافية في عمان وأثرها على فكر الشيخ جميل بن خميس سعدي وأخيرا إضاح دور العلماء في النهوض بالحركة العلمية في عمان عامة وفي الباطنة خاصة الدراسة ستنقسم إلى ثلاث محاور في المحور الأول ستحدث عن نشأته واتقاهاته السياسية والمحور الثاني الأوضاع السياسية في عمان وموقف الشيخ جميل السعدي من هذه الأوضاع وأيضا المحور الثالث هي الأوضاع الثقافية في عمان وتأثر الشيخ جميل بهذه الأوضاع بداية نشأته الشيخ جميل بن خميس سعدي ولد في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري كما ورد الباحث فهد السعدي أو رجح فيه من 1800 إلى 1810 العقد الأول من القرن العشرين على الأرجح ولد في ودام يقول في كتاب قموت الشريعة في أول قزء الثامن والسبعين تأليف الشيخ العالم الزاهد والمجاهد الفقيه الشيخ جميل بن خميس بن لافي السعدي الإباضي الودامي العماني ورد أيضا في أجزاء خمس شريعة والساكن ببلدة القرط وهذا أيضا قول السالمي وسالم بن حمود السيابي يبدو أيضا أن ودام كانت بلدة أو كانت أكثر تساعا منها الآن والقرط كانت تتبع ودام من أخواني ذكر أيضا السيد فهد راشد ومحمد وعمير واشتهر ابن محمد ويكنى به بأبا محمد وساعدها أيضا أخوه الشيخ أخوة الشيخ وأبنائي على تأليف قموت الشريعة ونسخ عددا من أجزائه أيضا مثل ما عارفين أن الشيخ قميل نشأ نشأة علمية وسعى أيضا إلى طلب العلم واهتم بعد ذلك بتعليم هذا العلم ويذكر فهد السعد في كتاب التاريخ السياسي والعلمي للسوق المصنعة ليس هناك مبالغة انذكرنا أن كل المتعلمين من أهل الباطنة بعده كانوا من طلابه أو من الذين استفادوا منه على أقل تقدير وهذا دليل على أنه اهتم بالعلم وأيضا بتعليمه الأفكار دائما والمعتقدات تؤثر بالشكل أو بآخر في سلوك الأفراد والمجتمعات وأيضا تعمل على تشكيل هويتهم يعني أفكار المجتمع وأفكار التي يعاصرها أي شخص تؤثر فيها أو تؤثر في أيضا في فكرة وأيضا يعني العقيدة الإباضية أثرت أيضا في علمائنا ومشايخنا وأيضا التزموا بها تطبيقا عمليا ومن ذلك يعني يفهم أن تأثر الشيخ يجميل بالأفكار السياسية في الفترة التي عاشها فهو ينتمي إلى قبيلة آل سعد التي كانت لها مواقف سياسية مع المسعيد يعني وقفت مع قيس بن عزاب بن قيس ليس بن أحمد بن سعيد بن عزاب بن قيس وأيضا وقفت مع حمود بن عزان وأيضا عرضت السيد سعيد بن سلطان الذي حكم من عام 1806 إلى عام 1856 تلا بعد ذلك محاولة إحياء الإمامة يعني فشلت برفض السيد حمود بن عزان وأيضا بقبول الإمام عزان بن قيس الإمامة وتوليها في عام 1868 الدراسة تبدأ من عام 1800 حيث يرجح ولادة الشيخ جميل في العقد الأول من قرن العشرين كما أسلفنا سابقا وأيضا إلى عام 1862 وهو العام الذي توفي فيه الشيخ جميل هذه الفترة شهدت أحداث مضطربة جدا على المستوى السياسي في عمان بدءا من الغزو الوهابي وأيضا مؤتمر بركة فالغزو الوهابي طبعا بعدما تحالف محمد عبدالوهاب وأيضا محمد بن سعود وخاصة بعد سقوط اللحساء أو البني خالد بدأت توسع الدولة السعودية واتخذوا من البريمي قاعدة لهم ووصلوا إلى السويق وأيضا المصنعة هنا حدث تقارب بين قيس وبين سلطان أبناء الإمام أحمد بن سعيد وهذا دائما يعني يحدث في التاريخ العماني عندما تتعرض عمان لغزو خارقي تنسى جميع المشاكل السياسية وابدأ بالاتحاد وهذا حدث أيضا في إمامة القرن العشرين والتحاد الإمام محمد عبدالخليل مع السلطان سعيد بن تيمور في مواجهة أيضا الوهابيين في البريمي السلطان أو السيد سلطان دعا إلى مؤتمر بركة ودعا فيه كافة القبائل وقال في هذا المؤتمر أيها الجماعة والمشايخ والقبائل لقد علمتم بقتل أصحابي بوادي الحيملي فبقيت بعدهم ككف بلا أصابع وهذه الحرب متفاقمة علينا من كل مكان أحد الحاضرين كان في هذا المؤتمر قال إن كنت تزعم إنه ما بقى أحد من عمان له شدة وسطوة على قتال الأعداء النجدية بعد قتل محمد بن حمد الوهيبي وصحبه فليس زعمنا كزعمك إذ لا شك أن بعمان من هم أشد منهم قوة وأكثروا جمعا وأصبروا قلدا على الحرب إذن هنا اتفقت القبائل كلها على مواجهة الوهابيين واتحدت أيضا القبائل هناك أيضا محاولة لإحياء الإمام بقيادة حمود بن عزان بن قيس بن الإمام محمد بن سعيد في عام 1832 ومثل ما قال الساد سالم أن آل سعد ومنهم طبعا قبيلة الشيخ جميل وقفوا مع حياء هذه الإمامة وأيضا بن خروس ومعارضة بن ريام التي كانت تربطهم صداقة مع السيد سعيد بن سلطان وأيضا يعني السيد سعيد بن سلطان يعني وجه قبيلة مريام لمحاربة بن خروس وشتتهم وانتقل الشيخ ناصر بن نبهان ناصر بن قاعد بعد ذلك إلى نزوة ثم استماله السيد سعيد بن سلطان وصحبه بعد ذلك إلى زنجبار سيد حمود بن عزان رفض طبعا الإمامة في عام 1846 وكانوا يعرضون عليها أو يعرضون عليه الشروط التي اشترطها المسلمون أمام الإمام الضعيف تولي أو تولية شيخ جميل بن خميس السعدي لحصن صحار وهذا طبعا تطرق عليه السادس سالم لكن الشيخ جميل ترك الحصن نتيجة لرفض حمود بن عزان تولي منصب الإمامة وأيضا كما تم عزل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي من الرساق أما السيد حمود بن عزان فقد قبض عليه ثويني بن سعيد بن سلطان وسقنه حتى توفي سيد سعيد في ميزان النقد التاريخي طبعا سيد سعيد بن سلطان تولى حكم عمان بعد مقتل بدر بن سيف في بركة في عام 1806 واستمر حكمه 50 سنة في عام 1856 توفي سيد سعيد بن سلطان وأيضا نتيجة تعاون بدر بن سيف مع السعوديين التعاون سيد سعيد مع بريطانيا في وجهة القبائل لم يحقق نجاحا في نصف الأول من حكمه فقرر أن يتجه إلى شرق أفريقيا وترك طبعا عمان كان تقام أو تدار بحكم ذاتي من القبائل تنازل عن قزر الحلانيات أو قزر موريا وعطاها هدية للملكة فكتوريا وليبنائها في عام 1854 هذه الوثيقة طبعا استرقعت بعد ذلك في عام 1967 في عهد السيد سعيد بن تيمور وهذه لوحة طبعا للسيد سعيد بن سلطان بالنسبة للوضاع الثقافية أيضا طرحت في البداية سؤال هل هناك علاقة بين الأوضاع السياسية والثقافية يعني عدم استقرار لساوي خلال الثقافي لا طبعا يعني يعلمنا التاريخ أو نستذكر من التاريخ أن حتى في ضوء الأوضاع السياسية السيئة كان هناك انتاج ثقافي فمثلا بعد عزل الإمام السلط بن مالك صارت هناك مدرستان مدرسة رستاقية والمدرسة الأزكوية ثم بعد ذلك جاءت المدرسة النزوانية وبدأ أيضا إنتاج ثقافي هائل رغم خلو أو كان صراع هناك كبير بين الأئمة الرستاقية لدرجة أن هناك إمام المدرسة الرستاقية وإمام المدرسة النزوانية هذا ما حدث بالضبط في عهد أو في حياة الشيخ جميل أوضاع سياسية سيئة وتفرق قبائل ولكن هناك مصادر للمعرفة والتعليم هناك تاتيب كانت عمان أيضا وكانت تسمى المكتب المساقد حلقات العلم مدارس السبل وأيضا مجالس العلماء لذلك انتشرت كثير من الأنماط الثقافية منها الفقهاء والعلماء الكتاب والمؤلفون النساخ المؤرخون الأدباء كل هذه الأشياء انتشرت أيضا في عهد أو في حياة الشيخ جميل بن خميس السعدي التوصيات في دقيقة العمل على إدراج الشيخ جميل بن خميس السعدي ضمن موسوعة علام العلماء والأدباء العرب والمسلمون التي ترعاها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو وأيضا من واصلة الكشف والبحث عن منجزات العلماء العمانيون وهذه السيرة حسنة تسنها مركز زاكرة العمان وأيضا بالتعاون مع فريق روافد واللقنة الثقافية بنادي السويق والتعريف بهم محليا ودوليا شكرا لكم على حسن الاستماع